أنا كنت بقول إنه بما إنه المنظومة فيها تحليل للبيانات والمعلومات وطبيعة الشكاوة وتصنفها بشكل كمي وبشكل كيفي ونوعي وجغرافي وفئوي وهكذا في ظن المتواضع إنه لسه في ناس بتزعل يعني منيجي نعمل التقر بتاعنا ونقول إنه الشكاوة من هذا المرفق أو هذه الجهة هي مثلا نمرة واحد وهنا نمرة اتنين وده بسبب الجودة وده بسبب عدد الموظفين وده بسبب مثلا عدد الطلبات التي تقدم إلى أخيره هل ده أحيانا بيثير حفيزة بعض الجهات؟ كان في البداية ممكن ده كان يبقى موجود في قلق مع مرور الوقت الحقيقة النظرة اختلفت والثقافة لدى يعني مختلف الأوساط في الجهاز الإداري للدولة اختلفت أيضا وانتقلنا لمنطقة أحسن لدرجة يعني من وقت للتاني ممكن نلاقي بعض من السادة الوزراء حرسين إن هم يرجعوا موقف وزارتهم وتفاعل فريق العمل ويطمئنوا إن ما يتم عرضه من فريق العمل عنده في الوزارة ويرفعه مع الوزير صحيح ومطابق لما هو موجود عندنا على المنظومة وكذلك بالنسبة للسادة المحافظين ما بقاش الموضوع مقلق مش معناها إن هو لا مبالهن في شكوى لإن إحنا بقينا عارفين طبيعة الشكاوى يعني مش بالضرورة إن الشكاوى يعني تشير لإهمال أو قصور صحيح في أحيان بتبقى يعني في خلقنا نوع من الشراكة مبين شرائح متنوعة من المواطنين لإن هو لما يلاقي حاجة فيها خلل ممكن تبقى بعيد عن عين المسؤول أو المختص لكن هو يقدر يبعت لنا ويقول لنا وده برضو يصبح المواطن شريف بالضبط والحقيقة يعني ده بينامي الروح الإيجابية بشكل كبير جدا وبيعزز الثقة ما بين المواطن وما بين الحكومة بأجهزتها المختلفة وبيشجع المواطن نفسه إن كل ما دقى أي حاجة بدل ما كنا بنعدي كده بلا مبالاة على بعض الحاجات وينسيبها وهيعملوا إيه ومش هيعملوا محدش هيستجيب لأ دلوقتي بنلاقي حتى في بعض الأحيان بعض المنشورات على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بيشيد يا جماعة ده أنا شفت كذا وما كنتش متخيل أو متوقع إن هيبقى فيه استجابة وحصلت استجابة بالفعل فيدعو آخرين لإنهم يسلكوا نفس المسلك فده الحقيقة بيكون يعني بيسعدنا وزي ما قلت الخراك كده بيسعد المسؤولين أيضا لأن هل فيه مسؤول يبقى سعيد وهو عارف إن فيه خلل ما يقع في نطاق اختصاصه والناس شايفاه وبتتكلم عليه وهو مش شايفه لسبب أو لآخر وهيبقى السؤال الآخر طيب لو عرفه وفيه قدرات متوفرة لمعالجة هذا هذا الخلل هل هو نتوقع أنه ممكن يتباطق أو يتكاسل أو يغمض عينيه عنه الله ينور على حضرتك وهو ده الوعي اللي احنا شغالين عليه واللي حضرتك شغالين عليه وتأكيد على إن الحقيقة الأمور ما بتبقاش زي ما البعض بيحب يصدرها ويبقى فيه مغالطات تجاه في الواقع وده مش بنقوله كلام ده بنحققه وبنطبقه بالعمل زي ما قلت لحضرتك كده فيه منزل كبري فيه فاصل معين فيه مشكلة فيه جزء من صورة كبري مش عارف ميكروباس صدموا أو حتى بعض الناس اللي هم خربوا فك حتة لسبب أو لآخر أو عمل كذا ما مش بالضرورة إن المعنى بصيانة هذا الكبري يكون هيمر عليه دلوقتي أو في خلاله مين لكن لما بتجيلنا الحاجات دي وبنتنسق مع جهات الاقتصاص الواقع بيتغير وبنبعث للمواطن كمان يعني فرق العمل حتى وهي بتبقى شغالة في الموقع بنشرك المواطن صاحب الشكوى أو صاحب البلاغ معنا وبنقول له تفضل وفي بعض الأحيان بيتم النشر والرد على نفس الصفحة إذا كان مثلا الأستاذ يوسف نشر ده على صفحته وكتب تعليق عليه وحط صورة بنرد وبنتفاعل معه وبعض الأحيان إحنا اللي بنبادر ونسأل حضرتك طب ممكن تساعدنا بتحديد المكان يعني فيه متابعة كمان لصفحات التواصل لو مواطن كتب حاجة فبنروح إحنا متواصلين معاه بيحصل بالفعل ويمكن حضرتك لو رجعت الصفحة الرئيسية لمجلس الوزراء على فيسبوك أو المواخر الإلكترونية اللي بيبقى فيها تعليقات أو صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية هتلاقي الحساب خاص بمنظومة الشكاوى بيتفاعل مع المواطنين وبعض الأحيان كمان بيبقى فيه بعض المغالطات في شكل شكوى يعني بنتحقق من صحتها وبنتعامل معها وبنوضح حقيقة الموقف بالزبط أو إيه الموضوع وبعض الأحيان كان بيقابلنا ويواجهنا ناس تحط صورة لأي مشروع أو أي حاجة بيتم تطويرها أو استحداثها ويقول إنتوا راحين تعملوا كذا طب بصوا على المستشفى كذا أو المدرسة كذا اللي متهالكة أو في مهارة نمشي ورا الموضوع ممكن نلاقي الموضوع ده فعلا ده كانت المستشفى لكن من عشر سنين أو من ثمان سنين أو من خمس سنين لكن وضعها الحالي غير كده ولو طلعني فيها مشكلة هنشتغل عليه ده بالتأكيد يا فندم ده بالتأكيد